يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل جماهير نادي الأهلي اللي بتتبعنا حلقة جديدة من السادسة بداية طبعا تحياتي لحضراتكم قبل ما أتكلم في تفاصيل حلقتنا وهي كتيرة انت تعودتوا طبعا الناس اللي متابعنا دائما في السادسة عارفا النهاردة يوم العالمي لكن خليني قبل ما أدخل في تفاصيل حلقة ومعنا أخبار تخص نادي الأهلي طبعا وبالتأكيد هيكون لنا جولة مع تمرينة الفريق النهاردة وآخر أخبارها بس خليني في الأول أقف مع جمهور السادسة على السوشيال ميديا بداية لازم أشكر كل الناس اللي وجهت رسائل دعم للفريق في الفترة الأخيرة وهم كتير الحقيقة هم الأغلبية لأنه ده بالنسبة لي جمهور نادي الأهلي حقيقي جمهور نادي الأهلي اللي بيدعم بصرف النظر عن أداء ونتيجة الفريق اللي بيحققها في أي مسابعة أو أي بطولة الجمهور مش جمهور الكورة اللي بيحتفل وبيفرح بس وقت ما فرقته تفوز وأول ما يحصل مطب كده ولا مطب كده تلاقي الدنيا تقلبت وقلبوا الترابيز علينا ده بالنسبة لي مش جمهور كورة لكن جمهور الكورة الحقيقي وإلا كتكل جمهور الكورة في العالم بطلت تشجيع من زمان لأنه لما تيجي تبص على الأبطال أو على عدد الأندية اللي بتحقق ألقابه بطولات مقارنة بعدد الأندية في العالم كله تلاقيها نسبة لتتجاوز 5% أو 10% بالكتير كتكل جمهور الكورة بقى بطلت تشجيع فرقة جمهور الكورة هو اللي واقف وزي ما بنقول دايماً على جمهور نادي الأهلي جمهوره ده حما فجمهور الكورة هو اللي واقف في ظهر فرقته أياً كانت الظروف وأياً كانت النتائج وأياً كان مستوى الأداء نمرة 2 لازم نوضح حاجة مهمة جداً أو خليناً أقول مش نوضح لأن أنا وضحتها كتير وكلمت فيها كتير وكانت مبدأ أساسي كده من أول يوم اشتغلت فيه هنا على شاشة الأهلي وقدمت لحضراتكم فيه السادسة قلت أنه السادسة دايماً هيكون المنصة أو البرنامج أو المساحة اللي هيلاقي فيها جمهور النادي الأهلي صوته واضح الجماهير اللي اتحرمت من الوجود في المدرجات والتعبير بصوتها عن رأيها هتلاقي في السادسة دايماً المساحة دي للتعبير عن الرأي وأعتقد أننا ما خزلتكمش في أي لحظة من اللحظات حتى لما بنتكلم على تقييم اللاعبين على مدار موسم كامل مباراة مباراة مش هنا مع حراتكم المشوار في الموسم الأخير لقطة بلقطة ونقطة بنقطة كانت تقييم بس لجماهير النادي الأهلي لكن على الرغم أننا عندنا محللين كفاءات محترمة جداً ومن الصديف نجوم كبيرة جداً صاحبة رصيد ومشوار لكن سبنا النتيجة وسبنا الاختيار للجمهور ودايماً حتى لما بيكون فيه انتقادات معينة مدام انتقادات بناءة هدفها أنها تاخد الفرقة لمنطقة أحسن أو واحد من نجوم الفريق لحتة أحسن تحمسه تخليه تطلع أكتر اللي عنده دايماً بنعرضها وبنتكلم فيها غير كده إحنا ملناش مصلحة محد الحاجة الوحيدة اللي بتحركنا في السادسة هنا وأعتقد يتفق معي كل زميلة على شاشة النادي الأهلي الحاجة الوحيدة اللي بتحركنا هي مصلحة النادي الأهلي إحنا لا وقل لعبين ولا وقل مدربين وما لناش علاقة مين يمشي ومين ييجي ومين يختار التوقيت خدوا بالحضراتكم في حاجة مهمة جداً عشان الانفعال في وقت من الأوقات ممكن يكون بيدر أكتر ما يكون بينفع عشان تدير السياسة اللي بتدير فريق أو فرق بطولات زي فرق النادي الأهلي سياسة مرتبطة بدراسة كل التفاصيل وإراية كل التابعات المرتبطة بكل قرار كل قرار لازم يكون مدروس كويس جداً 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 مش ممكن أبداً تلاقي في النادي الأهلي على مدار التاريخ كله مش بس باتكلم على قدارة كابتن محمود الخطيب قرار فعالي قرار نتيجة موقف أو قرار نتيجة لحظة معينة يتبني عليها قرار مرتبط بمستقبل فريق قرارات النادي الأهلي طول عمرها مدروسة وطول عمرها ومن الورد جداً 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 في علوم الإدارة يعني الناس اللي دارسة إدارة عارفة أنه من الورد جداً جداً أنه قرار يكون سليم قرار يكون صائب تبقى متأكد من قرارك وانت بتاخده بس يكون توقيته غلط فالتوقيت توقيت اتخاذ القرار جزء مهم جداً من نجاحه أنا آسف أن أنا طولت عندنا كلام كتير النهاردة وأعتقد طبعاً